عجت ودجت أبواقها الإعلامية بأجمل العنوين عن أميرها وهو في رحاب البيت الأبيض لكن عنواناً آخر عن قطر كان أهم مما عداه لدى أوساط أمريكية التمويل القطري السخي للجامعات الأمريكية لأي غاية تحديداً فمليارات الدولارات التي تدخها الدوحة في هذا المجال باتت صداعاً في الرأس اقتضى من وزارة التعليم الأمريكية فتح تحقيق في الموضوع وبالمناسبة كان التحقيق يجري في هدوء بالتزامن مع زيارة الضيف القطري جامعتان أمريكيتان غارقتان في التمويل القطري المشبوه تحت المجهر جورجتاون وتكساس A&M طلبت وزارة التعليم الأمريكية من الجامعتين الإفساح عن سنوات من السجلات المالية بعد تعظم المخاوف من عدم إبلاغ الحكومة الفيدرالية بشكل كامل عن الهبات الأجنبية هو يسائل التحقيق الجامعتين عما فعلته لضمان أن لا ترتبط الأموال الأجنبية بالأشخاص الذين يرتبطون بأي شكل من الأشكال بأي مصنف إرهابي عالمياً فبحسب صحيفة واشنطن بوستا الأمريكية جميع الأموال الأجنبية التي حصلت عليها جامعة جورجتاون العام الماضي جاءت من مصادر قطرية فيما أظهرت البيانات التي قدمتها جامعة تيكساس A&M أنها تلقت 6 ملايين ومئة ألف دولار في العام الماضي من خلال شراكة مع مؤسسة قطر والاشتباه في مآرب الأموال القطرية ليس جديداً لدى الأمريكيين فبالأموال القطرية ومن بوابة رعاية العلم توفر جامعات أمريكية من أصلاة لخطابات جماعات بعينها تصنفها الولايات المتحدة إرهابية تقول تقارير أمريكية أخرى وبحسب تقرير لموقع واشنطن إكزامينار تشتري الدوحة مما أكاديميين وإعلاميين في الغرب وتجند أقلامهم لغسيل صمعتها وهكذا تؤمن أعمدة صحفية وتتحكم في تقارير غربية وتسيطر على مراكز بحثية حتى تطمئن إلى أن الأمور تمضي على مقاس أجندتها يضيف التقرير وما خفي ربما كان أعظم